ومن جانبه أكد الدكتور رايد إبراهيم الجبوري مدير عامي صحة صلاح الدين أن هذه الزيارات من النواب تعد دعم لإدارة صحة المحافظة في إيصال صوتها وما تحتاجه إلى الجهات المعنية في الدولة مثمنا التعاون في إنجاح جهود إنجاز هذا الصرح الطبي شرفنا اليوم بزيارة الأخ الدكتور أحمد الجبوري النائب في البرلمان العراقي وممثل المحافظة صلاح الدين طبعا أسلفنا كثيرا على المستشفى ومفاصله نحن نستغل زيارة الأخ النائب بترسيخ الجهود ومساعدتنا على تقديم طلبات إلى دولة رئيس الوزراء بأن تكون هذه المنطقة المحيطة بمستشفى تكريت التعليمي هي استملاكها من قبل وزارة الصحة لتكون هذه المنطقة وكما مخطط لها في ستراتيجتنا المرسومة في دائر الصحة صلاح الدين بالتنسيق مع الوزارة بأن تكون مدينة طبية لمحافظة صلاح الدين شكرنا وتقديرنا للسيد النائب على هذه الزيارة وندل على حرص السيد النائب وزيارته طبعا احنا زيارة الأخ النوى مهمة بالنسبة لأننا احنا كمدراء دوائر من خلالهم نستطيع إيصال صوتنا إلى الجهات العلية في الدولة العراقية شكرا جزيلا